اشتركوا في القناة 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 هذا ثم يأتي في العام القابل وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وستعمل على المدينة ويف ابن العضبط الديالي ويقال لها أمرة القضاء أمرة القساس لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القادة في شهر الحرام من سنة ست فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأمر أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية وخرج معهم غيرهم أيضا فكانوا ألفين سوى النساء والصبيان وساق معه صلى الله عليه وسلم ستين بدانا وحمل السلاح والدروع والرماح وقادمئة فارس خوفا من غدر أهل مكة فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه وتحدثت قريش بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عسر وجهد وشدة فصفوا له عند دار النلوى لينظروا إليه وإلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم وحشرنا الله في زمرتهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم غفر الله لي ولكم والله يهدينا ويهديكم ترجمة نانسي قنع 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر